تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي سبورت والحلقة شبه الإسبوعية اللي بنحاول نناقش فيها زوايا من الدور الإنجليزي حلقة اليوم حنتكلم فيها عن أربع مواضية إقالة سولشاير وعدمها منافسة توتنهام على اللقب واللي بصير مع شفل ديونايتد وبالتأكيد مباراة القمة باللي بربولو مانشستر سيتي وحنبدأ بعد قليل في صحيفة ميرور بعد فوز ما يناتد على إيفيرتون جاء مقال بعنوان واضح ووضعوه على الصفحة الرئيسية في قسم كرة القدم في الصحيفة أقيلوه ولو فاز على إيفيرتون يعني أن الفوز لازم ما يحميه والمقصود طبعا سولشاير وهون دائما في نقاش كبير أنه هذا المدرب بوصلت هاي ثالث أو رابع مرة لحفة الإقالة ودائما بفوز عند هذه الحافة ثم بيكسب ثلاث أربع مباريات وبعدين بيرجع يدخل بمنحة تنازلي وبيضلوا بهذه الدوامة وربما بالنهاية ينتهي بالتوب فور في مقالات أخرى كان الجميع بتكلم أنه المشكلة في سولشاير أنه كرة القدم نفسها ما بتطور عكس يورجين كلوب صح ما كان يجيب نتائج أول سنتين لكن كان في تحسنات على كرة القدم لما جاءوا اللاعبين الصحيحين شفنا القفزة الكبيرة بنفس الوقت هذا في بعض اللاعبين الشباب يعني عم بيعطوك مباراة بيختفوا فيه تدبذب واضح عند كثير لاعبين أيضا الشيء الثالث والمهم جدا السوبرستارز زي بوغبا زي مايك واير الناس اللي ندفع فيها فلوس كثير طبعا باستثناء برون فرناندز مش عم بيلقوا نفسهم فالسؤال هون أنه طب نجي هزم إيفرتون ممكن يهزم كمان فريقين وبعدين حيرجع يتعثر هل طموح يونايتد هو التوب فور فقط بهذا التشكيلة ولا يكون أقرب ما يمكن إلى المركز الأول فيه فكرة إدارية بدأت تنتشر كثير في الأندي أنا بدي مدرب يخلق للاستقرار وأنا معاي فلوس أنا كنادي غني زي ماي يونايتد معاي فلوس كل سنة حجيب لعبين ثلاثة وبالأخير حتزبط ونجيب ألقاب طول ما الاستقرار واللاعبين سعداء وما في مشاكل داخل غرفة الملابس طول ما علاقتنا بالمدرب ما فيش فيها توتر هذا الأساس تربع خمسة مليون عشرة مليون الآن إذا الشركة ناوي تربع خمسة مليون بالسنة ربحتهم ما بتغير مديرها لأنه شركة تانية ربحت عشرة لأنه هي راضية في هذا الهدف فيبدو مسألة الأهداف الإدارية اللي بتفكر فيها يونايتد هي اللي عم بتطول عمر سولشاير الضغوط الإعلامية عم بتحاول تقصر طبعا بنعرف أنه جماعة من يونايتد السابقين المحللين التلفزيونيين بدافع عنه وهذا الشيء كثير بساعة سولشاير يصمد لو كان غيره كان ينهار في مواقف أخرى بس شكراه بآخر إقالة سولشاير رياضيا تبدو منطقيا إداريا يبدو هو اللي فيها نقاش لأنه إدارة يونايتد تبحث عن أهداف إدارية بقالب رياضي وليس أهداف رياضية مدعومة بالإدارة حققت تنهام فوز بالدقائق الأخيرة عبر هاريكين والجميع رجع يتكلم عن هذا الفريق اللي ممكن يفوز برقب الدوري هذا الموسم خرج جزيو مورينيوم مباشرة وصرح وقال فريقي هذا بقدر يفوز بالدوريات محلية أخرى في أوروبا يعني ما أحد الدول بس هو ربما يقصد ألماني إيطالي فرنسي وما شابه لكن في البرمير ليقي الموضوع كثير صعب ممكن تلعب أحسن موسم إلك ويجيك ثلاث أربع فرق أخرى تلعب أحسن موسم إلها فما تجيب اللقب هاريكين خرج بتصريحات بيقولك لأ هذه التشكيل بتشعر أنها بتقدر تجيب اللقب بس أمام توتنهام واللقب تحديات مهمة أول تحدي قل بين الدفاع والحارس أنا يعني مش قادر أوثق فيهم أبدا كشخص لأنه دائما بهزوك في المواقف الصعب ولما بدك تجيب اللقب في مواقف أنت مطالب تضحي فيها هجوميا جدا لدرجة الجنون يعني تفتح لعب بغرابة عشان تجيب الثلاث نقاط في إحدى المباريات وهل دفاعك بقدر يشيل هذا هل حارسك ممكن ما يغلط حارس توتنهام دائما يعني بالفترة الأخيرة صراحة عندها فوات كانت ربما هذا الموسم ما ظهرت بس الموسم الماضي ظهرت بشكل واضح هذا التحدي الأول هل دفاعه وحارسه بشيله في هذه المواقف الانتحارية ما أعتقد أنا شخصيا لكن في شيء أخر تحدي الذهني وهو الأخطر على توتنهام تتذكروا في الفترة الماضية مع بوكتينو كل ما نحكي عن توتنهام في الإعلام والله هي هيجيب اللقب وبنافس على اللقب بخسر المباراة بعدها مباشرة كأنه مختارها اختيار هذه الخسارة هذا التحدي الذهني هو أصعب شيء على توتنهام هو أصعب حتى من مسألة خط دفاعه وحارسه توتنهام بالنظر لما قوة سيتي ليفربول هذا الموسم لا ممكن الفرقة لم تعد يعني هيك كاسحة نتيجة الإصابات اللي غزت ليفربول نتيجة المشاكل الفنية اللي واضحة في الستي لا فيه أمل بس هذا الفريق أنا أعتقد مش جاهز 100% يجيب الدوري ربما السنة جاهل لكن السنة هذه هذا فريق احتمال كبير يحمل أحد الكؤوس اللي بيجارك فيها في الموسم الماضي جميعنا كنا نتحدث عن شفل ديونيتد ونشيد فيه ونحكي عنه فريق مميز للغاية حتى الآن لعب ثمن مباريات حقق فيها تعادل واحد سجل أربع أهداف اتلقى أربعة عشر هدف شو اللي بيصير مع شفل ديونيتد ولش هالإنهيار الغريب والله يشوفوا فيه سببين أساسيات السبب الأول واللي هو منطقي جدا واللي هو أصلا أهم من كل إشي ححي بعد ذلك الفريق رموه رمية الجحيم بالجدول يعني لعب مع مان سيتي ومع ليفربول ومع أرسنال ولعب مع تشيلسي ولعب أيضا مع ليدز اللي بلعب كرة حلوة وأستونفيل اللي فترته جيدة في الموسم ولعب أيضا مع ويلفر هامتون فوضعوا له جدول مفيش فيه أي نوع من الراحة فعدم وجود فترة استعدادات صيفية كان صعب جدا تدخل هذا الموسم بنفس الحماس ولازم نتذكر إنه هو الموسم الماضي ما بدأ بشكل كويس هو حقق تسع نقاط تقريبا من نفس حلوة المباريات بعدين تحسن يعني البدايات مش غريبة عليهم بس بنفس الوقت هو عنده مشكل كبير يعني هو عنده أهم لاعبين وتقريبا مصابين يعني لعب الوسط جوني فليك اللي كامل أهم اللعبين في الموسم الماضي وعندك المدافع أو كونيل فلعبين أساسيين صفقات لسه ما اشتغلت بداية موسم معقدة جدا أعتقد نعرف شي في اليوناتد وين رايح التلاث مباريات الجاي لأنها ممكن لو رجع يفوز ويحقق نتائج يعني لو جاب 6 نقاط في الترت مباريات الجاي حنقول وضعه أمان لو لا حنقول ربما المدرب كريس ويلدر لازم يفكره في بديل ننتقل للجزء الأخير في حقه اليوم مع مباراة ماشيستر سيت وليفربول اللي انتهت بالتعادل واحد واحد القمة جاءت في مستوى عادي جدا أصبحنا معتادين عليه في المباريات الحاسمة بين الطرفين عندي كثير أشياء بدي أحكيها معشوئيا في هذا اللقاء أولها أنه خلينا نعترف أنه كلوب له خطوة نفسية على جوارديولا لما يلعب معك كلوب بهذه الغيابات من فابينيولا تياقو ألكنتارا وطبعا فانداي وينصاب رؤارلون وجوارديولا ما يتجرى بجرؤته الطبيعية اللي بنعرفها بكرة القدم أمام لبربول جوارديولا يضطر يغير كثير في اسلوبه دائما يدخل خلاص أنا بدي أغير اسلوب مع لبربول ما حلعب باسلوبي هنا في انتصار ذهني ونفسي لكلوب على جوارديولا المباريات الحاسمة اللي لعبوها مع بعض في الفترة الأخيرة ربما جوارديولا كان يفوز بالنتيجة بعض المباريات طبعا ما عاد المباريات الأخيرة موسم ماضي هاي ما كان إلى حسابات يعني يعرف كان الدوري محسوم بس بكرة القدم تشعر أن جوارديولا المباراة الوحيدة في مسيرته كلها المستعدة يتنازل فيها عن اسلوبه هي هذه وحتى لما لبربول غير من نوع ضغطه يوم أمس فما شوفناه بيضغط دائما ضغط عالي كثير عند منطقة من سيتي بنفس الوقت السيتي كان داخل لا أنا لازم ألعب أكثر كرة مباشرة لازم أنا أنقل الكرة أسر على الأمام كان عنده هذا الشعور أنه أنا اسلوبي مش صح أمام كلوب وهذا نصر لكلوب بغض النظر عن النتيجة الربع ساعة الأولى بتشرح كل شيء لبربول مسيطر على الاستحواذ لبربول مسدد أكثر وبسجل نعم السيتي رجاء ونعم السيتي جت له ركل الجزاء بس هل هذا السيتي اللعب كرة قدمه طبعا لا السيتي اللي لازم ينتبه وجوارديولا لازم ينتبه لقصة وولكر ورحيم ستيرلينج يعني ما بعرف أنا هو ما بتعلم ما بشوف شو اللي عنده يعني واحد دائما في كل مباراة مهمة بيعمل له غلطة زي وولكر واحد تاني في كل مباراة مهمة بيضيع له فرصة زي ستيرلين ومع ذلك فيه تمسك رهيب فيهم غير مبرف وطبعا ليس هناك أي حج لجوارديولا هذا السنة بعد ما اشتروا له كل شيء دفاع وجناح وخلاص والأمور تمام فالمطلوب الآن حصد الألقاب وحصد نتائج بس لما تطلع على الملعب تشعر انه في مسافة بين غيرديولا واللاعبين في روح غايبة بهذا الفريق مش هستغرب أنا شخصيا يكون الموسم الأخير لغيرديولا إذا ضل هذا الحال لشهر 12 تقريبا في المقابل ليفربول يعني بهالإصابات اللي كل يوم إصابة ومشكلة الإصابات اللي بتصير في ليفربول بتجبر كلوب بيغير اسلوبه كلوب عنده فلسفات معينة عم بتطر بدون أرنولد ما حيلعب بنفس الاسلوب الهجومي أبدا وشفنا شو التأثير خروج أرنولد ودقول ميرنر هجوميا ما حيقدر ما حيقدر لعب هجوميا بغياب فاندايك غير نوع دفاعه مضطر يغير نوع دفاعه ويرجعه للخلف ما حيقدر يدافع بالاسلوب القديم أيضا عنده مشكلة أخرى متمثلة بفرمينيوم ما زال فرمينيوم حرقت الوصل المهم جدا في خط الهجوم لما خرج شفنا كيف الهجوم يتأثر ما عاد فيه نفس الاستلام فيه ظهر خط الوسط ما عاد الفرق قادر يرتكز عليه بس كمان هو سيء سيء بالتمرير في المرحلة الأخيرة من الملعب سيء بالتزديد فعنده كمان مشكلة فبصراحة كمية المشاكل المرمية على كلوب لو خرج منها جاي بالدوري يعني إنجاز كبير جدا وربما النقطة المضيئة الوحيدة اللي كانت لمباراة الستي بالنسبة لأجوارديولا هي كانسل اللعب لقدم مباراة ممتازة ظل واقف على رجلية طوال دقائق لعبه ويعني خلينا نحكي أعطي جوارديولا رسالة لأنه أوثق فيها أنا جاهز خلاص أستقر بدون كثرة هالمداورة بالنهاية يعني مباراة بتورك إنه الاثنين إبعاد كتير عن عشرة من عشرة ليفربول معذور الستي ما عندوش عذر حقيقي الستي كثير بعيد عن مستوى كرة القدم اللي بقدمها جوارديولا الستي كثير بعيد عن مستوى إمكانيات لاعبي فدائما في علامات استفهام شو اللي بصير في أجواء الستي حاليا بنوصل هون نهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر وإنستغرام وضرور جدا تابوني على قناة سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة